دانت وزارة الخارجية الأردنية محاولات شرطة الاحتلال الإسرائيلي إخلاء حديقة البقر التي تعتبر جزءا من أملاك الكنيسة الأرمانية في مدينة المقدسة والإجراءات الاستفزازية بحق مسيحي القدس وكذلك الاعتداءات على رجال دين المسيحي واعتبرت الوزارة هذه الإجراءات باطلة ومرفوضة وفق القانون الدولي وخرقا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة وأكدت وزارة الخارجية أن الحي الأرماني جزء أصيل من البلدة القديمة للقدس وأسوارها وهو موقع مسجل على لائحة اليونسكو للتراث العالمي بطلب من الأردن وقد تم إدراجه عام 1982 على لائحة التراث العالمي